وحول دعم وتشجيع الصناعة قال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الأخرى لتشجيع حركة الانتاج وأكد مدبولي أنه سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الانتاج حتى آخر شهر إبريل المقبل سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيه مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الانتاج حتى آخر إبريل الحالي وبعد كده سنبدأ نراجع هذا الموضوع علشان نقرر إيه اللي سنعمله في هذا الشأن وده عشان يخفف من أعباء بالذات للسلع الأساسية ومستلزمات الانتاج أيضا الحقيقة الدولة المصرية من خلال وزارة المالية أيضا حتتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية عشان التسهيل والتخفيف على القطاعات الصناعية فضوء أننا متوقعين أنه سيبقى فيه تضرر لها وده ستبقى بتكلفة إجمالية على مدار هذه الفترة حوالي 4 مليار أو 4 مليار إلا ربع الحقيقة بكرة أيضا حيُعرض في مجلس الوزراء حزمة تحفيزية للبورصة المصرية الحقيقة علشان تشجع وتنعش هذا القطاع المالي المهم جدا في خلال الفترة القادمة اشتركوا في القناة